موسيقى انتصف نهار القاهرة كل عام انتم بخير مرحبا بكم مشاهدين في كل مكان ومرحبا بك زميلة فاطمة مرحبا بك عمر السادة وسادة اهلا بحضرتكم الى نشرة الظاهرة و الى التفاصيل اعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خلق مصر البالغ من تطورات الموقف في السودان الشقيق على اثر الاشتباكات الدائرة هناك مؤكدا خطورة تداعيات سلبية لتلك التطورات على استقرار السودان طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي الاطرافة السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني واعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش لبحث مستجدات الاوضاع في السودان من جانبه اكد جوتيريش حرصه على التواصل مع رئيس عبدالفتاح السيسي في ظل الدور الفاعل والمحوري لمصر في صون الامن والاستقرار بالمنطقة ودع جوتيريش الى استعادة الهدوء في السودان على الفور وبدء الحوار لحل الازمة الراهنة مشددا على ان اي تصعيد اخر للقتال سيخلف اثرا كارثيا على المدنيين وسيفاقم الوضع الانساني الصعب في السودان تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الاحداث الجارية داخل الاراضي السودانية وذلك في اطار وجود قوات مصرية مشتركة لاجراء تدريبات مع نضرائهم من السودان واشار المتحدث باسم القوات المسلحة الى انه جارن التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية هذا وتهيب القوات المسلحة الحفاظ على امن وسلامة القوات المصرية ميدانيا شن الجيش السوداني ضربات جوية على معسكر لقوات الدعم السريع قرب العاصمة السودانية الخرطوم وذلك في محاولة لاعادة تأكيد السيطرة على الاوضاع في البلاد هذا وقد اسفرت المعارك بين الجيش وقوات الدعم سريعا مقتل ستة وخمسين مدنيا على الاقل وعشرات العسكريين اضافة الى اصابة نحو ستمائة شخص اخرين وفقا لما ذكرته نقابة الاطباء السودانية اليوم من ناحية اخرى نقلت وكالة رايترز للانباء عن مسؤولين اثنين باحدى شركات الاتصالة في السودان قولهم ان شركة اوقفت خدمات الانترنت في البلاد بناء على توجيهات من هيئة الاتصالات الحكومية يوقع اليوم اجتماع طار لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الوضع في السودان وذلك بدعوة من مصر والسعودية كان المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير احمد ابو زيد قد اكد ان التطورات المتلاحقة والخطيرة في السودان تقتضي عقد هذا الاجتماع للتشاور والتنسيق بين الدول العربية لبحث سبولين زعيفتي للازمة الراهنة والعمل على استعادة الاستقرار الى دولة السودان الشقيقة في اسرع وقت قال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين انه تشاور مع وزيري خارجية سعودية والامارات بشأن الاشتباكات في السودان مشيرا الى انهم اتفقوا على ضرورة انهاء اطراف الاشتباكات الاعمال القتالية على الفور دون اي شروط مسبقة من جانبها اعربت الصين عن قلقها بشأن التطورات في السودان وحتى الطرفي صراعي على وقف اطلاق النار للحيلولة دون تفاقم الوضع اشتركوا في القناة كل عام واقباط مصر بخير وبمناسبة عيد القيامة المجيد اوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي الواء طارق عفيفي كبير الامناء الى الكاتدرائية المرقصية بالعباسية لتقديم التهنئة الى قداسة البابا توادروس الثاني بابا الاسكندرية باتريارك الكرازة المرقصية وللاقباط الارثوزوكس بعيد القيامة المجيد كما اوفد الرئيس السيسي امناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية بعيد القيامة المجيد وكان قداسة البابا توادروس الثاني بابا الاسكندرية باتريارك الكرازة المرقصية قد رأس صلوات عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقصية بالعباسية بحضور كبار الرجال الدولة والمحافظين واعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وصحفيين والاعلاميين وشخصيات العامة وفي كلمته خلال القداس هنأ البابا الجميع بعيد القيامة المجيد مضيفا أن عطايا القيامة كثيرة في حياة الإنسان ومنها عطية العين الإيجابية للحياة وتوجه البابا توادروس بشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة على تهنئة الأقباط بعيد القيامة وفي كلمته بمناسبة عيد القيامة المجيد قال البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية إنه كلما زادت الأعياد في حياة الإنسان زادت السعادة لديه وأكد البابا أن عطايا الله ونعمه كثيرة ولا حصر لها الأمر الذي يستوجب ضرورة شكر الله وفي تصريحات خاصة لأخبار مصر أشار البابا إلا أن أرض مصر مباركة وقال نشكر الله من أجل السلام والاستقرار والإنجازات التي حققتها القيادة السياسية عيد القيامة المجيد بيجي بعد فترة سنة طويلة بتمتد الخمسة وخمسين يوم والحقيقة عيد القيامة في العرف الكنسي بنحتفل بيه المدة خمسين يوم دردت أن نعتبر أن الخمسين يوم التالية للحد النهاردة كأنها يوم أحد طويل كلها يعني بحسب الطقس الكنسية فالرسالة المهمة اللي بنقدر نقدمها أن القيامة هي دعوة للمشاط دعوة للعمل دعوة لترك الكسل وأن الإنسان لا يتهاون لأن الحياة بيبان جمالها بالعمل الأكثر وأكثر وأكثر كمان القيامة فيها دعوة للرجاء للمستقبل أن فيه مستقبل وفيه أمل وأن كل عمل وكل بزرة بتزرع بتجيب شجرة وراها وبتجيب سمرة وراها وبتعيش الأجيال فهي القيامة للمعنى الروحي أو المعنى الإنساني رسالة قوية لكل إنسان أنه يبدأ ويعمل ويكتهد ويجد الطالب كده والعامل كده والصانع كده وفي تصريحات خاصة لأخبار مصر أكد البابا تودروس الثاني على وحدة النسيج الوطني مشيرا إلى أن تداخل أعياد المسيحيين والمسلمين معا هو رسالة للإنسانية الصورة الحلوة أن الأعياد جنب بعضها والأصوام جنب بعضها وكل الشعب المصري الحالة الروحية والنفسية والحالة الاجتماعية حالة مشتركة سواء في الأصوام أو في الأعيام طبعا دي رسالة كبيرة خالص ونعمة كبيرة أن ربنا يعطينا أن نعيش أعياتنا ويبعض ونعيش أصوامنا ويبعض ونعيش حياتنا ويبعض ودي نعمة كبيرة خالص ونقدمها شهادة ودلالة لكل العالم علنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 11 تغارة على تجمعات لجنود روس ومعداتهم العسكرية وشنت 3 دربات أخرى على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات خلال الساعات الـ 24 الماضية وأعلن الجيش الأوكراني أن قواته تخوض معارك دامية غير مسبوقة مع القوات الروسية في مدينة بخمور شرقي أوكرانيا بينما سيطر مقاتلون من مجموعة فاجنر على منطقتين في الضواحي الشمالية والجنوبية للمدينة ذاتها كل عام أنتم بخير مع اقتراب عيد الفطر المبارك وأعياد شم النسيم بدأت وزارة التموين في طرح كعك العيد والأسماك المملحة في مجمعاتها الاستهلاكية بنسب تخفيض تصل إلى 25% نتابع وتزينت المجمعات بكعك العيدة وتزينت أيضا بالأسماك المملحة والتخفيضات تزيد عن 20% المواطنون وجدوا في وفراته بالمجمعات سبيل أنه للتوفير حاجة كويسة وفيه سكر حاجة طازة ومش مركونة ولا بتاع حلوة هي أسعار رخيصة عن بره كتير الأسعار كويسة وستلع جودة عالية ونضيفة كل حاجة متوفرة تبقى 2500 مغزن توفر الكحك والبسكويت والأسماك أيضا وبينما تكتمل الصورة بالنسبة لاستعدادات العيد سواء بالأسماك المملحة أو بالكحك أو بالبسكويت تكتمل الصورة أيضا في ضخ السلع خاصة في عيد الفطر المبارك فالسلع أيضا تضخ بكميات كبيرة بتخفيضات تصل إلى 30% طبعا تعرف المجمعات الاستهلاكية عن طريق وزارة التموين وشركة القبضة بتقوم بضخ كميات كبيرة جدا من السلع المتوفرة في المجمعات يوميا بكميات كبيرة جدا زيادة نحن في مناسبة العيد الفطر المبارك بقى فيه كحك والبسكويت ودعنا عندنا ديب كميات كبيرة جدا بأسعار تقيلة عن السلع الخريج مش عالي من 20% فأقصر من هلف صنفات وجد على تلك الأرفف فيتم استعاضاتها دائما بضخ كميات كبيرة منها الحمد لله طبعا الأسعار جميلة جدا وزي ما انت شايفين الزحام الكحك نزل ب110 وفي السمن البلد وزي ما حضرتك شايف كسم الأسماك فيه الأسماك المملحة والمدخنة وعندي طبعا كسم اللحوم اللحوم متوفرة السوداني والفرش فبحز بالقائمين على الأمر فإن المخزون الاستراتيجي من السلع يتعدى الستة أشهر والعامة في البعض الآخر من تلك السلع رمضان الشحاة التلفزيون المصرية تفقد وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير معدلات العمل بل معدلات العمل بعدد من مشروعات الطرق والكباري الجاري تنفيذها في محافظتي الدقاهلية ودميات حيث بدأت الجولة بتفقد مشروع كباري شربين الجاري إنشاؤها ضمن أعمال تطوير المزلقانات التي تستهدف تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع المرور لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة أثناء أعمال تنفيذ الكباري ثم توجه الوزير لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دميات المنصورة المحلة طنطة غرب النيل في المسافة من شربين وحتى دميات كمرحلة أولى ضمن مبادرة حياة كريمة كما تفقد وزير النقل مواقع العمل بالمرحلة الأولى من تطوير الطريق الدولي الساحلي من دميات مرورا بجمصة والمنصورة الجديدة وحتى حدود محافظة الدقاهلية أكدت الدكتورة راني المشاط وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي أهمية تعزيز الإصلاحات الهيكلية ببنوك التنمية متعددة الأطراف لسيما بالنسبة لمجموعة البنك الدولي جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماعين رفيعي المستوى برئاسة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة رئيس لجنة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن حيث أوضحت المشاط أنه رغم تفاقم التحديات التنموية وأزمات التغيرات المناخية التي تواجه الدول منذ جائحة كورونا إلا أن التمويلات لا تزيد بالشكل الذي يمكن الدول من مواجهة هذه الأزمات مشيرة إلى أن هذه التحديات تتطلب إصلاحا شاملا في بنوك التنمية متعددة الأطراف لزيادة مستوى التمويلات وجودتها بما يمكن الدول من خفض معدلات الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدامة وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تتفاهم مع شركة طلال أبو غزالة العالمية لتطوير آلية لتأسيس المكاتب الإقليمية في مصر وتحسين مناخ الاستثمار وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية وتعد شركة أبو غزالة العالمية أكبر مجموعة من شركات الخدمة المهنية التي تعمل في حقول المحاسبة وحماية الملكية الفكرية في العالم وتعمل في حوالي خمسين دولة وأكدت هيئة الاستثمار أن حماية الملكية الفكرية أمر ضروري للاستثمارات المستهدف استقطابها في مراكز المال والأعمال التي تقيمها الدولة المصرية خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة الذي تسعى مصر لأن يكون المركز الإقليمي الأهم لفروع الشركات العالمية وفي تدوينة لها على مواقع التواصل الاجتماعي هنأت سيدة انتصار سيسي شعب مصر والإخوة الأقباط بمناسبة احتفالة عيد القيمة المجيد الذي يضرب المصريون فيها المثل العظيم في الترابط وتضامن والوحدة الإنسانية داعية الله أن يديم على مصر الأمن والأمان والاستقرار في تمام ثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية من التلفزيون المصري نعم فاطمة كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني الى اللقاء في أمدنا